رح نركز الليلة على الأخبار اللي إلا شوي عليها بالصحافة وبالإعلان بشكل عام وأول خبر رح نتوقف عنده هو يعني أنا بالنسبة للي خبر كتير صادم هو توقف مكتبة مالكس بمعظم فروع عن بيع الصحف والمجلات اللبنانية والعالمية هراند نعم أنت تابعت هذا الموضوع شو السبب؟ مبدئياً يعني حكيت إذا بدك أو شي مع المكتبات الثانية اللي هي مثل مكتبة أنتوان مع الموزعين الجرائد مع الفيرجن نشوف شو الوضع هل كل رح يتوقف هل في مشكلة حقيقة على ما يبدو أكيد أنه خف نسبة مبيع الصحف والمجلات أولاً لأنه صار موجودين أونلاين والأزمة الموجودة بمحل أزمة القراءة وحتى إذا بدك الصحف العالمية، الصحف المحلية خفت ولكن بعضهم إذا بينا بعضهم موجودين بشكل إذا بدك سابت بينما الصحف العالمية والمجلات العالمية خف أكتر بكتير دا هي مع مين حكيت هون لفانت بعتقدت هن المصدر الأساسية شو عم بيقولوا؟ نزل؟ عم بيقولوا أنه نزل من 2011 إلى 2015 كان بشكل يعني كثير كبير ولكن من 2015 إلى 2017 يعني لليوم سابت سابت، بس توقفوا عن استيراد مجلات معينة مثلا؟ لأ، لأ، ضلوا على زيت كل المجلات بعضهم بيستوردوها مالكس شو موقفون؟ شو عم بيقولوا؟ مالكس أهلا بوجهة نظرهم أنه ما بقى فيه هالقد كمان بيع هذه المجلات ولكن في هون كمان حسب ما قالني مدير التوزيع بليفونت أنه مالك في عندهم فرانشايز والأفروع الأساسية بعدهم محافظين على بيع الصحف هي اللي صار بمالكس أنه لأنه نزل كثير مبيع الصحف والمجلات وتوقفوا لأنه قالوا بهالمسيحة اللي عم بخصصوها ستندات الجرائد والمجلات فيهن وحطوا غير شيء تركوا الجرائد والمجلات بالأفروع اللي عندهم المسيحة كبيرة ومش مضطرين على المسيحات بس هيدا ضربة قاضلة للصحافة يعني قدمة اليوم حسن وحالهم الجرائد إذا مش موجودين بنقاط بيع يعني خلاص بطل على قليل المكتبات مهتمة وفي مجلات عم توقف من دون ما نحس الجرس مثلا مجلة الجرس الجرس وقفت؟ الجرس وقفت يعني طب شو بأعجب من شيء؟ ما بعرف بس الوراقية وقفت سلاش سنة يعني في صحافة عم توقف يعني عم نسمع عنا وصحافة يعني على قد الوضع سيئ وحتى ما عم نعرف لا إنه وقفت معنا فنية يعني معروض يعني ننظردك بالمجلات الفنية من أكتر المجلات اللي قوية خبر تاني أرلات كمان خبر إعلامي مثل ما قالت زابان هي خبر قضائي بتعلق بإزاعة صوت لبنان لأنه صدر القرار النهائي عن محكمة التمييز يلي حصر استخدام علامة صوت لبنان بويس أوف لبنان وأحرف فيدي قال بإزاعة الأشرفية 100.300.5 وإزاعة تباية ألزمة بأنه ما تستعمل هذا الأشرف ما تستعمل تسمية صوت لبنان بعد اليوم هي يعني هل ثلاثة سنين اللي مرأت ناس صوت لبنان شغلة حتى من ثلاثة سنين زبان من الألفان وعشرة هلقا سبع سنين يعني كانت واحدة هيدا بعدين مؤشر كتير كبير يعني قصة صوت لبنان كتير تشبه البلد وأزمة الإعلام والنقلة بين الحرب والسلم على الأسف أخذت 18 سنة يعني وهلأ انتهت بهذا القرار نعرف شي عن تباية صوت لبنان تباية لا هلأ قضائيا ملزمين لا ما طلع شي عنه لحد هلأ هلأ هني ملزمين إنه ما يستعملوا التسمية وإذا ما تنفذ حبيا هيدا الشيء ممكن يصير فيه إجراءات جزائية بس القضاء الحكم مبهام ونهائي فمجبورين إنه لنفسه مرتائي